الكتاب واضح مكتوب بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحدا طبعا إحنا مخلصين بالنعمة وبالإيمان لكن شوف الكتاب شو بقول في آية عشرة في أفسوس إصحاح 2 لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله في أعدها لكي نسلك فيها إذا أنت مؤمن حقيقي بالرب يسوع المسيح أرني إيمانك بأعمالك وأرني ثمر إيمانك أو أعمالك من خلال إيمانك وأرني أيضا حياتك وسلوكك وكلامك وتصرفاتك من خلال إيمانك هذا الإيمان السطحي أحبائي يعني الكتاب بقول يعني عن حتى الشياطين أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل والشياطين يؤمنون ويقشعرون يعني الأمر مخيف ومرعب جدا أنت تقول أنك أنت إنسان مؤمن الرسول يعقوب بقول طب ما الشيطان كمان يؤمن الشيطان يؤمن بوجود الله والشيطان يؤمن بل كان بيتكلم كلمات لم يقولها أحد اتكلم عن يسوع أنه قدوس الله واتكلم عن يسوع كديان أتيت لتهلكنا قبل فوات الأوان ويتكلم عن يسوع أو قالوا عن يسوع ابن الله بل الشياطين طلبت إذن عندما أخرج الشياطين من إنسان يعني كان في كرة الجدرين وكان فيه لاجئون يعني عدد كبير من الشياطين طلبوا إذن إنه يدخلوا الخنازير فإذن أدركوا هوية يسوع وشخصية يسوع فالكتاب يقول أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل طب ما هو اليوم ملايين تؤمن أن الله واحد ولكن ما يفعلونه هو عكس الإيمان يقتلون ويذبحون ويجذبون ويسلبون وينهبون ويفعلون السبعة ودمتها بيعملوا كل إش باسم الدين أنا أؤمن أن الله واحد وهذا حبائي خطر جدا